موسيقى الله وبركاته شباب شباب اليوم حاب أعلمكم كيفية تغيير اليوزر نيم والباسبورد يعني ماراتر مثلا نسيت الحماية مثلا كنك عليه مثلا جماعتك أو أصدقائك أو مثلا أي واحد يكنك عليك بسهولة يقدر يطلع الرمز يعني من خلال صفحة وانتي بلانك فانت شون يعني تحميها تغيرها شلون مثلا هي الافتراضية ادمن ادمن افتراضية يعني عسا هي فتحت بس مثلا انا ارضا غير الرمز مع اليوزر نيم والباسبورد شون تنزل على أخير وحده هاي الاختيارات على أخير وحده ايه وين تروح؟ تروح على هاي باسورد هاي باسورد مثل ما قلنا هنا تروح على أخير وحده وراها مثل هنا تروح على أخير وحده مثل ما قلنا هاي أخير وحده تروح على باسورد ايه الاختيارات يعني مارتها تكتب هنا الافتر يعني هسه هي الموجودة ادمن وجوه ادمن اه هنانة تحط ادمن هي هاي ما تتغير يعني حسب ما يعني انه هاي الوزر نيم ما يتغير عن الادمن وبعد ما ادري عن يوز يتغير بعد يعني ما بسويها قبلاني فها هاي هنان ادمن تحطها والباسورد تتغير على راحتك هان مثل ما سوي 210210 تعيده هنانة 210210 وتدوس للسافي هاي هانا تغيرت ادمن ادمن اش رح يقولك غلط اكتب ادمن والباسورد اللي اتكتبته حقا صح ادمن ادمن ارجو منكم الاشتراك شباب في القناة حتى لوصلت لكل ما هو جديد وشكرا شكرا شكرا